أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية اليوم رح نتكلم عن عملة الشيبة ممكن لعملة الشيبة أن تصل إلى الواحد سنت على الأقل طبعا ومتى ممكن أن تصل إلى واحد سنت أو أكثر من ذلك طبعا أيضا رح نتكلم عن آخر الأخبار التطورات اللي حذت في عملة الشيبة طبعا تم إطلاق الشيبة ميتا فيرس أعتقد لحد الآن يعني ما نعرف أنه الشيبة ميتا فيرس إذا كان ناجح أو لا لازم ننتظر نشوف شنو اللي رح يصير مع الشيبة ميتا فيرس أيضا بالفترة الأخيرة تم إدراج عملة الشيبة في منصة روبينهود أخبار جدا كثيرة على الشيبة أيضا يعني أنه يقولون يريدون يعملون بلوكتشين خاص بعملة الشيبة مثل ما تشوفون حاليا أكثر من 3 ملايين متابع يعني جمهور جدا كبير كوميونيتي كبير لعملة الشيبة مجتمع عملة الشيبة تقريبا أكبر مجتمع لعملات الميمي يعني العملة دائما بتطور ينزلون دائما أفكار ويحبون أنه يطورون دائما هناك أفكار جديدة ومشاريع جديدة تنزل على عملة الشيبة أيضا يعني أنه يريدون يسوون فيزا كارت لعملة الشيبة راح تكون كوسيلة دفع طبعا كل هاي الأمور تأدي إلى ارتفاع عملة الشيبة عندما اندرجت في منصة روبينهود ارتفاع عملة الشيبة طبعا أغنياء الأثيريوم أول ألف شخص من أغنياء الأثيريوم طبعا أول ألف محفظة اللي يملكون عملة الأثيريوم هم مستثمرين بعملة الشيبة يعني ملكون ما يقارب 12% من عملة الشيبة يعني تقريبا نقدر نقول بقيمة 1 مليار دولار طبعا أيضا هناك حرق مستمر لعملة الشيبة مثل ما تشوفون هنا يعني أكو حرق بشكل يومي يعني قبل 10 ساعات يعني حتى الحرق البسيط يسوون علي تحديث وينزل في موقع حرق لعملة الشيبة يعني مثل ما تشوفون قبل 10 ساعات حرقين ما يقارب 22 ألف قبل 10 ساعات حرقين مليون وخمسمية من عملة الشيبة قبل 13 ساعات حرقين ما يقارب 2 مليون و900 ألف يعني كل هذه الحروقات يعني البارحة حرقين ما يقارب 158 مليون من عملة الشيبة يعني تقدرون تدخلون وتشوفون كل تفاصيل الحرق والمعاملات أيضا محافظة الحرق طبعا الكثير يسأل أنه متى لعملة الشيبة أن تصل إلى 1 سنت على الأقل يعني السؤال هذا يطرح الكثير من الأصدقاء نروح نشوف الماركتس كاب لعملة الشيبة طبعا مثل ما تشوفون الماركتس كاب لعملة الشيبة هو أكثر من 13 مليار يعني لو أردنا أن تصل عملة الشيبة إلى 1 سنت يوجد هناك خيار يعني الخيار الأول هو دخول سيولة كبيرة على عملة الشيبة يعني ما يعادل 4 تريليون دولار على هذا السيركوليتنك سابلاي الموجود في عملة الشيبة حاليا هو 549 تريليون من عملة الشيبة نحتاج 4 تريليون دولار لكي توصل عملة الشيبة إلى 1 سنت طبعا هذا الرقم جدا كبير السوق العملات الرقمية حاليا كل سوق العملات الرقمية هو تقريبا 2 تريليون يعني هذا الرقم جدا مستحيل أنه دخول 4 تريليون دولار فقط بعملة الشيبة طبعا الخيار الثاني هو حرق جزء كبير من عملة الشيبة يعني حرق ما يقارب أكثر من 75% طبعا هذا الخيار الأقرب أنه تحرق كميات كبيرة من عملة الشيبة يعني من يعرف في احتمالي حرقون نصف العملة يعني يوجد هو فيها حرق كبير مشاريع أيضا يعني كثيرة تصير على العملة العملة إلها مستقبل طبعا هناك أيضا راح يكون أكو انخفاض في عملة الشيبة يعني ما أعتقد أنه واحد ما يستعجل ويدخل ويشتري يشتري الانخفاض أفضل لأن حاليا مثل ما تشوفون بيتكوين يعني سعره متقلب وما قاعد يرتفع الوضع العام بشكل عام الوضع السياسي الأمور أنه هناك نقدر نقول أزمة اقتصادية راح تصير أو يعني انخفاض كبير على مستوى الأسهم وعالم العملات الرقمية لذلك يعني النصيحة أنه لا أحد لا يشتري عملة الشيبة بهذا السعر حاليا السعر يعني مرتفع اللي هو أربعة صفارة خمسة وعشرين تنتظر يعني عند اللي انخفاض تقدر تدخل وتشتري عملة الشيبة طبعا عملة الشيبة عملة جدا قوية وإلها مستقبل ولكن الشراء على مراحل وتقسيم رأس المال أفضل طريقة للربح اكتب لنا في التعليقات شنو رأيك بعملة الشيبة وأي رقم ممكن أن تصل أي سعر ممكن أن تصل له عملة الشيبة تقريبا هذا كان كل شي لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر